اجهاءات حوثية جديدة تفردها الميليشيا للسطو ونهب أموال التجار في مناطق سيطرتها وتقوم بتنفيذها بقوة السلاح مصادر في صنعاء أكدت أن 200 مجموعة مكونة من 6000 عنصر مدعومة بدوريات مسلحة قامت بمداهمة مقرات التجار ومستودعاتهم لإلزامهم بدفع أموال طائلة بالقوة حملة التضييق الحوثية والتعسفات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا تهدف كما يقول التجار إلى الاستيلاء على أموالهم وابتزازهم تحت غطاء ما تعتبره الميليشيا الزكاة رغم التزامهم بدفع زكاة وفقا للقانون هيئة الزكاة التي شكلها الحوثيون مؤخرا ويقودها القيادي شمسان نشطان تلزم التجار بدفع مبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 200% فلم تكتف الميليشيا وفق تقريرها بجمع أكثر من 3 مليارات من العاصم وصنعاء فقط تعسفات الميليشيا على التجار تلقى بظلالها على كاهل المواطن اليمني حيث يتحمل المواطن كل المبالغ التي تفرضها الميليشيا على التجار لتضيف بذلك عبءا جديدا على اليمنيين فوق تلك الأعباء التي سببتها منذ قيامها بالحرب وتشير التقديرات إلى أن الميليشيا سخرت كل إرادات الدولة والمقدرة بمليارات الريالات شهريا لدعم حربها على اليمنيين غير مكترثة بمعاناة المواطنين التي تستخدمها الميليشيا وقودا لحربها